اهلا بحضراتكم مرة تانية وطبعا احنا النهاردة في معرض الزهور زي ما قلنا بس احنا نتكلم عموما على الزراعة في مصر واكيد حديث الساعة هذه الايام في كل مكان في العالم الامح مش بس في مصر لانه من اقدم المحاصيل الزراعية المصرية بسبب الازمة الاوكرانية الحالية والعملية العسكرية الروسية كل ده فتح باب الكلام على مستوى الشارع حتى الى اي مدى مصر عندها اكتفاء ذاتي من الامح محصول الامح عندنا في مصر ايه مميزاته الفترة القادمة بسبب الحرب في اسيا والعملية العسكرية الروسية العالم حيواجه ازاي نقص الامح اللي كانت اوكرانيا من اهم مصدرينه روسيا كمان كل دي اسئلة بتجول في ذهن المواطن المصري زارع الامح منذ قديم الازل زي ما بيقولوا معانا للمحاولة الوقوف على اجابات كتير في هذا الموضوع دكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للامح صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فنم عايزين نعرف الاول موقف مصر في زراعة الامح حاليا ايه احنا عارفين طبعا انه محصول مهم جدا واساسي من مصادر الدخل القومي بس حاليا احنا موقفنا ايه فيه بسم الله الرحمن الرحيم الاول كل سنة وحداكم طيبين ايام قلينا ان شاء الله ونستقبل الشرف فضيل على ام علينا وعلى الشعب المصري وعلى الامة الاسلامية كلها بكل خير وايام قلينا ان شاء الله وحنستقبل مسم الحصاد الامح ان شاء الله في اولة ربعة ايه استعراب بس بسيط ان شاء الله على الرغم من التحديات الموجودة على العالم كله من جائحة كورونا للحد ما اللي حصل بالنسبة لظروف مناخية اللي بتأثر بيها لأكبر قطاع بيشهد فيه تأثر من المظروف مناخية اللي هو القطاع الزراعي ثم بعد ذلك اخيرا التدعيات الحرب الدائرة من روسيا وامريكا واطلت بظلالها على الجواميع انحاء العالم اقتصدياتها وعلى الرغم من ذلك ان القطاع الزراعي بيشهد تحسن في السنوات الاخيرة ايه فخمط الرئيس بيولي اهتمام بالمحاصيلة الترجية وعلى قرصهم طبعا الامح الامح في مصر الحمد لله يمكن السهل فاتت كانت المساحة من زرعة 3 و4 من 10 مليون فدان السنة دي تقريبا اتزرع حوالي ما يقرم حوالي تقريبا تقريبا تقالاته و 650 الف فدان بزيادة ما يعدل حوالي تقريبا 250 الف فدان فخمط الرئيس اول اهتمامه وقال لك السنة جاي عايز ما يقرم حوالي 500 الفدان زيادة السهل بعدها تقريبا مليون فدان بحيزة بسيطة كده ان شاء الله في خلال سنتين اللي احنا من اللي توفقين معهم على سيادة الرئيس وعملنا خطة اللي احنا ان شاء الله هنوصل بالوضع كده ان شاء الله في خلال سنتين هنوصل بما يقرم من حوالي 5 مليون فدان دي تشكل تقريبا 70% احنا زي احنا عارفين ان احنا بننتج تقريبا فيه اجاب وفيه فجوة ما بين الانتاج والاستهلاك انتاجنا تقريبا ما يقرم حوالي 50% او 55% من احتياجاتنا الـ 3.6 من 10 اللي بنزلحهم دولا تقريبا بيجيب حوالي ما يقرم حوالي 10 مليون طن بيشكلوا تقريبا 50% ل 55% من احتياجاتنا ان شاء الله لما نوصل بالـ 5 مليون فدان في خلال سنتين وده انجاز غير مسبوك ما حصلش من سنين طويلة يبقى باوصل للحد الامن اوصل لـ 70% من احتياجاتنا وده بكل شيء باو بكل المقييس يعتبر انجاز غير طبيعي في الفترة اللي جادة ان شاء الله ما حصلش قبل كده بأصبح لدينا رؤية بالنسبة لمحاصلة استراجية وعراصها طبعا الامح الامح محصول مهم جدا على مستوى العالم بيشكل مصدر طاقة للشعوب العالم كلها وبيولئ اهتمام في الشعوب العالم كلها ان شاء الله في الفترة اللي جاية ان شاء الله بنوعد ان شاء الله نحقق التارجة اللي بنتكلم فيه في الفترة اللي جاية 10 مليون طن الحمد لله بيشكلوا تقريبا ما يقل من حوالي يعني 6 من 4 ل 6 شهور من 4 بيتوقع منها توريد ما يقل من حوالي 4 او 5 ل 6 مليون طن السنة اللي فاتت كانت 3-18 او 3-3 ونص مليون طن التوريد من الكمية المنتجة وكلها السنة دي ان شاء الله متوقع ما يقل من حوالي من 5 ل 6 مليون طن وده الحمد لله يعتبر انجاز ان شاء الله وده يحقق لنا الاكتفاء الزاتي تماما حيشكل طبعا بقدر امكان بقدر امكان احنا عندنا مخزون استراتيجي كافينا ما يقل من 4 ل 5 شهور او من 4 ل 6 شهور الحمد لله ان جاء الموسم الحصاد ان شاء الله في خلال شهر اللي جاي في شهر ربعة او في نصف ربعة ان شاء الله متوقع من ال 5 ل 6 مليون طن دولار تشكله تقريبا من حوالي برضو 5 ل 6 شهور مخزون برضو استراتيجي تمام من نتشكل ال 4 ل 5 شهور يعني ما فيش ما يدعو للقلق خالص بالنسبة لمحصول الامح في مصر لحتى اخر السنة الحمد لله طيب ايه مميزات الامح المصر يا دكتور الحصي طبعا الحمد لله يمكن من اجود انواع الامح على مستوى العالم تقدر تضاهي الاقمح الامريكية اللي هي اجود انواع على مستوى العالم اقمح المصرية بتتميز بالنهع صفات الجودة بتاعتها تضاهي الصفات الجودة الموجودة في الاقمح الامريكية وده طبعا احنا نفرد به وده طبعا مجهود يشكر فيه او ينسب لقص بحوص الامح التابع لمحصول عقلية بوزارة الزراعة الاقمح بتاعتنا الحمد لله يمكن منتشرة وده اللي احنا بنكفله او بنوفره للمزارعين من ضمن خدمات اللي بتقدرها الوزارة الزراعة ان احنا بنقدم لها دايما اصناف بتتميز بالمحصول العالي بمقويتها الامراض اصناف جديدة اصلا المساحات المفروض التوسع في المساحات دي اصلا بيحصل من خلال تقريبا لما قلنا في حوالي تقريب مليون ونصف الدان في الفترة اللي جادي كلها تكاد تكون في شغل عوينات بتشكى في الدلتة الجديدة كل الاراضي الحمد لله يمكن الى حد ما بتعاني الى حد ما من درقة حارة العالية بتعاني من نسبة ملوحها بتعاني من الجفاف فاحنا الحمد لله يمكن في القسم وحص الامح التابع للمحصول عقلية وزارة زراعة قاين بدور كويس جدا انه بي دايما بيكون جاهز وسط دباي بالاصناف اللي تتميز وتتحمل ظروف الصعبة في الاجواء الصعبة دي طيب المتطلبات زراعة الامح المثالية الى اي مدى موجودة في مصر وايه هي بالتحديد الحمد لله يمكن الحمد لله يمكن في خلال الحملة القومية بتتمثل الهدف من حملة القومية لنهوض محصول الامح دي موجودة او الهدف منها اصلا تعظيم الانتاجية اعظم الانتاجية ازاي دي موجود من خلال الحملة القومية لنهوض محصول الامح من حوالي تقريبا 3500 حقل وتجميع ارشادية موجودة ومنتشرين في جميع قرى مصر الهدف منها ان انا اقدم اقوم متواجد بالسادة الباحثين المختصين من الامح والمعاهد الاخرى ان يكون متواجدين مع المزارع والمرشد عشان نقدر نوجد لهم ونثقفهم من التوصيات الفنية المثالية عشان يقدر يتبعها ونقدر نقلل بقدر الامكان احنا القدرة الانتاجية بتاعة الصنف بتاعنا ما يقرب من حوالي 28 ل30 اردب من خلال الحملة القومية بعظر بالانتاج عشان ارفع من مستوى المتوسط العام اللي هو بيدور في فلك 20 اردب ان انا اوصله انه يجيب 22 جيب 24 اردب يجيب 26 اردب في داخل الوادي يجيب 18 اللي عايشين اردب في خارج نطاق الوادي في الاراضي الجديدة دي مهمة الحملة القومية المنتشرة وده بيتم من خلال حملات اللي بيتم من الحقول الارشدية والتجمعات والمدارس العقلية عشان نقدر نوصل للمزارع التوصيات الفنية المثالية اللي يتبعها من خلال تواجدنا مع المزارع على مدار الموسم من بداية الزراعة لحد الحصاد تمام طيب عايزين نفهم من حضرتك دورة زراعة الامح يعني بيتزرع في شهر كام ويعني المراحل كده اللي بيعملها الفلاح لغاية ما يحصد في النهاية البداية طبعا احنا متواجدين معاه بالنسبة اللي مثلا نبتدي من شهر عشرة هو طبعا المعاد الأمثل لهم في التلت الأخير من شهر 11 التلت الأخير من شهر 11 دي معاد الأمثل لزراعة المعاد الأمثل لزراعة الامح ولكن احنا متواجدين من عام قبل كده من شهر عشرة وانا متواجد معاه متواجد معاه من شهر عشرة ليه؟ عشان أبتدأ أثقف أعمل دورات تدريبية للمشاهدة القائمين من الجهاز الإرشادي. أبتدأ أعمل دورات عشان أثقف ووصله بكل ماء جديد. بكل ماء جديد من طرق زراعة من أصناف جديدة يقدر أتعامل معاه إزاي؟ من خلال شهر عشرة بطلع من شهر عشرة أخش في شهر 11 عشان أبتدأ بمتواجد معاه وأدي له توصيات الفنية المثالية بداية من الزراعة واختيار الصنف المناسب له. في حاجة اسمها سياسة صنفية. اللي يجود في إبلي مش شرط إنه يجود في بحري والعكس برضو. في أصناف بتجود في جميع أنحاء مصر إبلي وبحري وفي أصناف ما تجودش إلا في إبلي مصر أو مصر الوسطى. على سبيل المثال أقمحة ديورة اللي هي أقمحة المقارونا. الأقمحة دي ما تزرعش إلا في واجه إبلي بتحتاج درات حرارة عالية. ماينفعش بأي حال من الأحوال من خلال السياسة صنفية اللي بساقفلوا بيها المزارع وانصحوا بيها لازم تزرعش في واجه بحري عشان بتصاب إلى حد ما لما بتكون في جو رطب في واجه بحري بتصاب الأصداء. فماينفعش إن أنا أنصح بيها إن أنا يزرعها في واجه بحري. دي موجودة من خلال السياسة صنفية بقوله إزرع إيه الأصناف اللي موجودة وتجود فيها. طويس؟ بنيجي بعد كده في خلال شهر 12 واحد. بنيبتدي نقوله تزرع وتحط توصيات المثالية إيه؟ من خلال الرأي من خلال التسميد من خلال اختار الصنف؟ بيحتاج رأي كتير الأمح؟ لا طبعا الأمح مش محب المياه لأن يمكن أن يتكلم في ثلاث رأيات لخمس ريال. على حسب ظروف وبيئة ونوع التربة والأجواء اللي موجودة. في يوقع إبلي يمكن ما بتعدوش من ثلاثة لأربعة ريال. في إبلي من خلال أربعة لخمس ريال. في واجه بحر يمكن من ثلاثة لأربعة ريال. يمكن الأمثل له خمسة ولكن نحن مرضو كمزارعين ما بيديش الخمس ريال. قد يكون فيه إلى حد ما موسم ممطر إلى حد ما ممكن بيقلل فترات الرأي. الحمد لله يمكن أغلب الأراضي اللي موجودة من حوالي تقريبا اللي بيسياها في خمس رئيس بيكلي فيها من مين ونص إلى اثنين مليون فدان اللي فاعتبعا إن شاء الله ما سيكون بنتابع فيهم بالأحدى سطرق الرأي اللي هي الرأي بالراش والرأي بالطنقية في الفترة اللي جاي. وده اللي بيتم في الدلتة الجديدة فالحمد لله تمت من خلال الرأي بالراش وأصنافنا الحمد لله بتجود في ظل التحديث بالنسبة للطوق الرأي. طيب الحصاد بقى بيبقى في شهر 12. الحصاد لا الحصاد في شهر 4 فإننا. في شهر 4. عمر الأمحة 5 شهور. بيبتدي من شهر 11 ويتم حصاده. في واجه قبل مثلا عشان درقة تحرر عالية بداية من أول 4 ونص 4. وفي واجه بحري بيتأخر مثلا عشرين يوم تلاتين يوم. بيبتدي الموسم الحصاد بتاعه من نص 4 لأول 5 لفترة شهر 5. هل إحنا عندنا درجات للأمحة يعني في أماكن مختلفة أرواع؟ طبعا في درجات لقاوة. ما هذا اللي بيتم من خلال الموسم يعني حتى من الخدمات اللي بتأديها اللي بتتنسيك مع وزارة الزراعة ووزارة التموين. الحمد لله يمكن في خامة الرئيس أو الأول معالي وزير الزراعة أعلن عن معاد الزراعة عن سعر توريد الأرداب بالأمح قبل الزراعة. قبل موسم الزراعة أعلن عن سعر أرداب بالأمح. وده كان من نتيجته أنه الحمد لله أقبلت الناس أقبلت على الزراعة. وده أول مرة تحصل. ثم بعد ذلك جه لما حصلت داعيات الحرب من مصر بين روسيا وأوكرانيا وأطلب بظلالها على اقتصادات العالم كله لنت بتكلمي على دولتين بتورد تقريبا تلت الأمح على مصر العالم. فكان من ما خلاله بد من تدخل من خامة الرئيس أنه يدي حافظ توريد. حافظ توريد. كان الأول السالة فاتت كان التوريد الأرداب بسبعمية. كان بداية الموسم من السنة دي بقى 820 جنيه. السنة دي الحمد لله بعد حافظ التوريد اللي تم خامة الرئيس أعلن عنه في الأزواء اللي فات ده بقى 885 جنيه. 885 جنيه. وده الحمد لله طبعا ده أطلت يعني أصلك صدور السادة المزرعين. بقى أصبح أن الأرض السعر ده بقى قريب من السعر العالمي. طيب إحنا دايما متعودين أنه كل موسم زراعي بعده بيبقى فيه محصول تاني مبني على المكان في نفس المكان اللي الزرع فيه المحصول الأولاني. هل بعد ما بيخلص موسم زراعة الأمح بيتزرع إيه في نفس الأرض ولا بتفضل مجهزة لزراعة الأمح مرة تانية؟ بقدر الإمكان يا فنديم بيبقى في حاجة اسمها دورة زراعية. الدورة زراعية اللي هدف منها أنك ما تجهدش التربة. ما ينفعش بأي حال ما يحوال أن أنا أزرع محصولين نجليين وربعة. لازم أنا دخل محصول بقولي عشان يقدر ويربي ألم رضود على خصوة التربة. على سبيل المثال مثلا أنا زرعت أمح السنة دي. السنة اللي جاي أزرع الموفي يفضل أن أنا أزرع برسيل. أن أنا أزرع برسيل أو أزرع بقول أفول. لأ لحد ما شيتوا اللي بعدين. ما ينفعش أزرع أمح ورأمح. بقدر الإمكان أزرع عشان أقدر أعمل عملية خصوبة لما أن دورة زراعية اللي هدف منها أن أنا أسترد خصوبة التربة. ما ينفعش أزرع محصولين نجليين وربعة. بقدر الإمكان. يعني أزرع زراعة روز أزرع بعد منها قطن أزرع دورة. يعني يبقى في دورة زراعية ثلاثية أو ثنائية عشان الهدف منها أن أنا أخصة بالتربة. طيب أنا كنت سمعت أنه الأمح الأوكراني اللي احنا كنا بنستورده كان بيحتاج معالجة ماه علشان يناسب المزاق المصري أو يبقى قريب من الأمح المصري. لو تشرح لنا الجزئية. والله فندم احنا الحمد لله قدمنا حتى ممكن من ضمن البدائل أو الاختراحات أن نقلل من استهلاكنا أو نقلل الاستراضنا عملنا حاجة أكثر من دراسة. يعني كان فيه ورشة عمل في الفترة اللي فاتت في المركز البحوث بالجهات المعنية أكثر من جهة. الهدف منها برضو عملنا اقترحنا أن نحن نعمل حاجة زي المخاليط. مخاليط مع الأمح. كان زمان مثلا ما فيه مطحوم بنسب معينة من 15% إلى 20% دورة. و 80% أو 85% أمح. و كذلك من الدورة الرفيعة و كذلك من نسبة للشعير. دي مخاليط من التلات محصيل دولار بالضافة للأمح. والحمد لله يمكن في خلال الفترة اللي جاي ديت إن شاء الله هنبتدي في سايز التنفيذ منها في الفترة اللي جاي. دي حاجة. كنت بتسأل حضرتك على جودة الأقمح الأوكرانية. تمام. أقمح بتاعتنا في جودتها بتجود على الأقمح الأوكرانية. يمكن لما تيجي الأقمح المستوردة بنحط نسبة مخاليط من الأقمح المصرية إلى الأقمح المستوردة. لأن أقمحنا بتفوق الأقمح المستوردة في صفات الجودة بتاعتها. طيب إحنا طبعاً خطتنا الأساسية حالياً هي الاكتفاء الزاتي. يعني إنه ننتج أمح ما يكفي الشعب المصري. في ظرف قد إيه كده ممكن نصدر كمان. مفروض. مفيش يعني والهدف بتاعنا أنت النهار ده بقالك يعني عشان نقدر نفتها في ذاتياً أزرع المساحة المنزرعة بتاعة مصر كلها. مثلاً في دخل الوادي أزرعها أمح. وده مش حينفع أبداً. أي على حساب محاصيل تانية لا تقارير الأهمية. أنت النهار ده في دخل الوادي في محاصيل مثلاً زي البرسيم بالنسبة للإنتاج الحيواني. في بصل بالنسبة للتصدير. في فول. بفي محاصيل لا تقارير الأهمية. فكل ما هناك أنت عايزة تتوسعي في المساحات الأمح عشان توصلي لحد الآمن. بقى إذا ما قلنا أسابقاً من 70% تقريباً من احتاجاتنا. ده حيتم من خلال الأراضي الجديدة. زي ما قلنا قبل كده. وده اللي في خامة الرئيس بيتكلم عنه. الحمد لله أصبح عندنا رؤية أن أنا أتوسع في زراحة الوداس بنسميه محور تنمية أفقي. إزاي أنا أمي محور تنمية وأن أنا أضيف مساحات جديدة في أراضي جديدة. عشان أقدر بقدر الإمكان أقلل من الاستراد وأوصل للحد الآمن. اللي هو 70%. إحنا بقلنا سنين طويلة بنشكل حوالي تقريباً 50 أو 55% محتاجاتنا. لما نبقى في خلال سنتين أوصل لـ 70% ده يعتبر إنجاز. ده حيتم من خلال الأراضي الجديدة اللي موجودة في توشكا. في موجودة في شارع العوينات. موجودة في الدلتة الجديدة. والحمد لله بتأدي أداء عالي جداً بالأصناف بتاعتنا اللي موجودة. اللي بتحمل الظروف الصعبة من جفاف، من ملوحة، من درجة حر عالية. هو قرار زراعة محصول معين بالنسبة للفلاح مالك أرضه يعني. هل ده قرار الفلاح نفسه ولا قرار الدولة؟ كانت زمان في دورة بيتحتم عليه أن هو يلتزم بيها. دلوقتي في ظل الاقتصاد الحري النهاردة الدولة يعني بخسابك تزرع اللي انت بتزرعه أو اللي انت عايزه. وفق معايير برضو يعني مثلاً في بعض محافظات مثلاً لحد ما زي محافظة المنفقية. ما ينفعش بأي حامل اللي حوالي أزعفها رز. ممنوع. أرض الحد الماء. ولكن ما دون ذلك ممكن تحتسباً لبعض الظروف أن أنا بسمح أنه يزرع إيه وما يزرعش إيه في بعض المناطق. إنما أنه كان فيه دورة زراعية واللي يسلح المزارع أو الفلاح الناصح أو الواعي المدرك هو المفروض أنه يزرع مقدر ما يستفيد منه. وفي ناس الوقت الأرض بتاعته ما تجهدش. ما تجهدش بإيه؟ إن أنا أدخل في دورة زراعية سنائية أو سلسية. تمام. أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للأمش. شكراً لوجودك معنا يا دكتور. هو معرض زهور الربيع في نسخته التاسعة والثمانين والذي نظمته وزارة الزراعة وهو يعد حدثاً ثقافياً اقتصادياً متميزاً يحرص على زيارته المواطنون خاصة المهتمون بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحضائق. إحنا عندنا إقبال السنادي على المعرض يعني المعرض خدش عبية جمدة جداً لأنه يعتبرها الأقدم في مطاق الشرق أوسط المعرض زهور الربيع ففيه إقبال متزايد جداً عليه السنادي. الناس يعني إيه عارف حضرك اللي هي إيه عايز المنظر الجميل. الهواء المضيف حضرك عارف طبعاً أن النبات بيزود الأكسجين وبيقال سنة أكسجين الكربون. فده بيؤدي إلى الناس بمتزايدة أو فيه إقبال متزايد على المعرض. أكثر من مئتين وأربعين عارضاً يشاركون بالمعرض بمختلف أنواع النباتات والزهور. هذا الجناح الخاص بنباتات الصبار بأنواعه الكثيرة تتنوع فيه النباتات وكذلك الأسعار. طبعاً الناس يأخذ فكرة وحشة أواناً الصبار وكذلك تبرع نبات اللي هو يتحط في المقابر والكلام ده. لا بلحاول نغير الفكرة للناس ونحاول نوصل لهم لأن الصبارات نبات جميل ونبات ما بيعتمدش. يعني الزهر النبات العادي بيعتمد على الظهور فترة موسمية معينة. لا أنا بيعتمد على جمال النبات نفسه. النبات نفسه هو لونه أصفر، لونه أحمر، لونه أخضر. فعندك الشكل جميل طول السنة. بالإضافة أنه هو بيزداد جمال لما بيزهر لفترات معينة في السنة فترة الربيع وفترة الخليفة. بيزيد في الأزهار في يعني بيزداد جمال. على مدار خمسة وأربعين يوما يقبل الجمهور على مختلف الأجنحة نظرا لتنوع المعروضات وجودتها. وكذلك العروض التي يقدمها المشاركون والتي جعلت من المعرض فرصة لاقتناء مختلف النباتات. أكيد في عروض إحنا يعني طول المعرض بنامي العروض مختلفة. ممكن سعر النبات يجيبه من بره العميل يجيب النبات ده من المشاتر العادية بسعر وهنا سعر أكيد. مش هشير حاجة يكفي منظر الظهور الموجودة في المكان. طبعا المكان أصلا يعني أنا أدعى أي حد أنه أجي حتى يعني يجي بس كأنه جاي فوسحة بس. الجو جميل تمام شكل الظهور جميلة. الناس اللي بتعرض أو الشركات لنا اللي بتعرض بالمزارع شكلها جميل جدا. من نفس الوقت نغير جو. ولو فيها نقدر نتعرف إن هيدي الأمة بكرة فالزمائي اللي يقولنا خلاص نتجمع ونيجي نشوف على أساسا نكتبها هدايا رمزية. يعني مش حاجة لها علاقة بيد الأم بس هلية تسكيرية لأساس لا يتفقرك بالمكان. فالصراحة مناظر هنا جميلة والشكل يعني أنا أشاجة الناس كل اللي يتيجي حتى المكان بجد جميل جدا جدا. المعرض ينقسم إلى عدة أقسام منها. نباتات الزينة الداخلية. وقسم نباتات الزينة الخارجية وقسم السبار والمسطحات الخضراء وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج. على مدار 45 يوما تستمر فعليات معرض زهور الربيع بحديقة الأرمانة. والذي يجمع مختلف أنواع النباتات والزهور بأسعار في متناول الجميع. ويظل المعرض قبلة لكل عشاق النباتات في كل مكان. رمضان المطعامي. أني. ترجمة نانسي قنقر